كنت تقدر مدان ديلك أستاذ روتين ديلك الحياتي والعبادتي رمضان من نسبة لي هو بداية السنة وآخر السنة تقويم أنا هو تقويمي ما عندي لا رأس السنة هجرية ولا ميلادية رمضان فرمضان هو بداية تخطيط للسنة وبداية مراجعة ماذا أنجز الإنسان للسنة رمضان عندي هو شهر الجوع بالدرجة الأولى يعني إفطاري يكون بسيط جدا ما يتجاوز شربة الحريرة تقريبا مع تمراء أو شيء بسيط مع عصير هذا هو سود يعني زاهر في رمضان رمضان تعطيك واحد القوة زاهر زاهر إلى قبل الصحور شيء بسيط أيضا غالبا تكون إما طب الحلموذ هذا إجبار عندي البنان لأن إذا أكلت موذة أضمن لك بإذن الله لا تشعر بالعطش تغط اليوم تتمر ايه وتمر كانت لتمرات وكان سفوف وكان لكن سفوف نعم لكن هذا كشوي يعطش أوقات تخرج كتب أوقات القراءة أو الكتابة هو أهم شيء عندنا تأمل ايه التأمل والكتابة أنا أغلب كتبي إما أختمها أو أراجعها في رمضان نعم يا رمضان موسم الإنتاج نعم الإنتاج الفكري صحي ولما أكون في الكويت تكون العلاقات بعد صلاة العيشاء إلى صلاة الفجر علاقة اجتماعية قوية زيارات بين الناس مجالس كل واحد يفتع تنزور زيارة الناس البلد الأكثر زيارة لك خارج المغرب هو الكويت هو الكويت الكويت والمغرب هذه البلدين ودول الأخرى خليل أزورهم بنا على دعوات تأتيني